اشتركوا في القناة ما يضفي طابعا خاصا ومتميزا على احتفالات هذا العام في اطار استعراض مسيرة العطاء والانجاز التي تخوضها شرطة البحرين من اجل امن واستقرار الوطن قامت وزارة الداخلية بتنفيذ وتطبيق السياسة الامنية وذلك بتوجيه من سيدي معالي وزير الداخلية وبتنفيذ وتعاون من قبل سيدي رئيس الامن العام حيث قامت مديرية شرطة العاصمة بتنفيذ هذه السياسة وتطبيقها على المجال الاقليمي او الجغرافي للمديرية وذلك من حيث التواصل مع الجمهور ومع اعيان المجتمع في سبيل القضاء على الجريمة والوقاية منها حيث يتم التواصل مع طياف المجتمع لاحظنا من خلال ذلك انخفاض مستوى الجريمة وهناك انفتاح كبير من قبل الاهالي والمجتمع المدني بشكل خاص على الشرطة والتعاون وتقديم العون من خلال الابلاق عن الجرائم ومن خلال التعاون في تنفيذ هذه السياسة الامنية مديرية شرطة المحافظة الشمالية ضم اربع مراكز هي مركز شرطة الخميس ومركز شرطة البلايع ومركز شرطة مدينة حمد الشمالي بالاضافة لمركز شرطة مدينة حمد الجنوبي مديرية شرطة المحافظة الشمالية مرة تبعدت مراحل تحديثية تفعيل غرفة المراغبة والعمليات بالاضافة الى تفعيل مكتب تنفيذ الغضايا المركزي وأيضا مكتب العقوبات والتدابير البريلة وهذه كلها من أجل بسط الأمن والأمان وتوفير الرعاية حق جميع سكان المحافظة الشمالية أنتغني إلى مرحلة تطوير عمل الدوريات الأمنية عن طريق واضح نظام الجي اي اس اللي يبين مدى تواجد الدوريات وانتشارها في المنطقة ومدى فعالية تم بالإضافة إلى نظام المراسلات الإكتروني اللي أمر فيه سيدي معالي وزير الداخلية لأسهل علينا طريقة الانتقال من مرحلة الورقية إلى المرحلة الإكترونية لتسهل علينا وتوفر من الأفراد والوقت والجهد في العمل الأمني وكل هذه انصاب على التركيز في المجال الأمني للمواطنين والمجال الأمني لخص جميع المحافظات في البحرين ومديرية شرطة محافظة المحرق دائما تكون عنده رؤية بتفعيل الشراكة المجتمعية مع الأهالي وبضبط الجريمة والحمد لله احنا اليوم في ظل هذه المميزات وبظل الامكانيات توفرها سيدي معالي وزير الداخلية نشوف نتائجها في العمل الميداني بتقليل نسبة الجريمة بالرضا الجمهور ماذا الخدمة اللي نقدمها حق المواطنين في محافظة المحرق مرت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية بالعديد من المراحل التطويرية ومن أهم تلك المراحل تم تقسيم مديرية شرطة المحافظة الجنوبية إلى مراكز أمنية ومن أهم تلك المراكز مركز شرطة المنطقة الجنوبية ومركز شرطة الرفاع الشارقي ومركز شرطة الزلاق ومركز شرطة مدينة عيسى حيث تم استخدام أحدث الأجهزة والأنظمة في العمل الشرطي فيها ومن أهم تلك الأنظمة مشروع نجم وهو النظام الجنائي الموحد تم استخدام أحدث الأجهزة المراقبة والكاميرات الأمنية في جميع الطرقات الرئيسية والفرعية للمديرية وذلك لسرعة الاستجابة والوصول إلى موقع الحدث والحفاظ عليه حتى حضور الأجهزة المختصة بذلك وأيضا تسعى مدير الشرطة المحافظة الجنوبية إلى الوصول إلى أعلى درجة في الحفظ على الأمن والأمان في المحافظة الجنوبية والسهار على راحة المواطنين منظومة أمنية متكاملة تعمل وفق قواعد حاكمة للعمل الأمني تستند في أداء المهام إلى مبدأ شراكة المجتمعية بما يضمن سرعة الاستجابة وإنجاز الواجبات بأعلى درجات الكفاءة والجاهزية ترجمة نانسي قنقر